ما زلنا معكم في جون 2011 بابير 3 بارانتون والسؤال السبع بي بيقولي التونامي is a giant water wave it may be caused by an earthquake below the ocean waves from a certain tsunami have a wavelength of كذا meter speed كذا وضح ان انا ادي wavelength وادي speed الراجل عايز الفريكونسي بكل بساطة يا ولاد انا عندي رول بتقولي ان v equals lambda f وده معناه ان الفريكونسي equals v over lambda ال v معايا هنا ب240 متر per second اللامضة اللي هي ال wavelength اللي هي 1.9 times 10 power 5 الكلام ده هيديني ناتج نهائي يا ولاد 0.0126 ده على حسب مطلع في الكالكيليتر الماركس كيم هنا طبعا هرتز الماركس كيم بيكلم فعادي خالص انكم ممكن تقول 0.013 2 significant figures ما فيش مشكلة بس ما بتقولش 0.012 لان دي 6 تمام طيب السؤال اللي بعده السؤال بيأخدو لازم تفهموا كويس جدا جدا بيقولي the shockwave from the earthquake travels بسرعة 2.5 times 10 power 3 meter per second دي اللي هي 1500 بالمناسبة تمام طيب the center of the earthquake is 6 times 10 power 5 meter from the coast of a country calculate how much warning of the arrival of the tsunami at the coast is given by the earth trimmer filled at the coast طيب بص اولاد الوضع يشكله عامل ازاي بيقولي اي تسونامي في الدنيا هو جاي من اين هو هو عبارة عن زلزال في قاع المحيط تمام طيب الزلزال ده بينتج عنه حاجتين حاجة اسمها shockwave والshockwave بيجري بسرعة في هنا راجل الراجل ده وظفته انه يستقبل الشوك ويف دي فبالتالي لما الراجل ده الراجل ده معه جهاز لما الجهاز بيحس شوك ويف بيعرف انه والله في زلزال ففيه السونامي جاي فيبدأ يحذر الناس اللي على الشط تمام ازا لما بيحصل الزلزال في قاع المحيط بينطلق حاجتين اول حاجة اسمها shockwave تاني حاجة بيجي بالراحة خالص 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 السونامي اللي هي الويفز الضخمة الكبيرة دي اللي هتغرق الدنيا طبعا تمام طبعا اكيد الشوك ويف بتزبق المسافة ما بين قاع او او مركز الزلزال ما بين هذا الرجل اللي سيحذر الناس الراجل ايلي ان هي ستة تامس تيم باور فايف ميتر بري ساكن يبال المسافة دي سيكس تامس تيم باور فايف انا عاسف ميتر فايف ميتر تمام ازا حدث الزلزال انطلق منه تو ويفز الاولى شوك ويف وبتجري بسرعة تمام سرعتها كام سرعتها الفين وخمسمائة ميتر بري ساكن طب مين اللي بيجي بقى يتدلع يتمختر بعد كده بطيقة مش سريعة قوي سرعتها بس متين واربعين ميتر بري ساكن جبتها من يل انا جبتها من السؤال مكتوبة هنا اهو 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 سرعة التونامي ويفز التونامي سرعتها كام متين واربعين ميتر بري ساكن موجودة موجودة في السؤال اي تمام فالراجل بيقوللي الراجل ده عنده وقت قد ايه يحذر الناس يبقى تاني فيه تو ويفز ويف بسرعة وويف جاي بطيقة طيب الراجل ده اول ما هيسمع الشوك ويف او ما هيعرف ان فيه شوك ويف هيقول الناس يا اخواننا اجرو اجرو فيه فيه تسونامي جاي الراجل بقى بيقوللي احسب التيام. يب Georgette احنا عايز احسب الاتنين الليهم نفس الدسننس. الشوك ويف مشيت نفس الدسنس اللي مشيها ليه الووتر ويفز بتاعت التونامي وهي كم بقى اللي هي 6 times 10 power 5 ميتر تمام طيب سبيد الشوك ويف بكام سرعة الشوك ويف يا ولاد ب2.5 2.5 times 10 power 3 تمام ده بالنسبة للشوك ويف طيب خش على التونامي الديسز بكام هي هي 6 times 10 power 5 ميتر نفس المسافة الشوك ويف ما هو الاتنين خارجين من نفس المركز بس الشوك ويف جريت وسبقت تمام السبيد بقى بتاعت التونامي كم من السؤال اللي قبله لو بصينا هتلاقي سرعة التونامي اللي هي الووتر ويفز كم 240 240 اذا ده واضح ان ده اخد 240 سنية وده اخد 2500 سنية لو حسبناها لو حسبنا الحزبة دي اه يبقى ده تايم بتاع التونامي وده تايم بتاع الايه اه اذا ايه اللي حصل تعالى بقى انترجمها الزلزال حصل بعد 240 سنية الراجل ده عرف الشوك ويف وصلت له تمام بس التونامي هتوصله بعد ايه بعد 2500 سنية يبقى الراجل ده عنده وقت اديه الفرق ما بين 2500 سنية بتاعت الووتر ويفز وال 240 سنية بتاعت ايه يبقى بكل بساطة هنقول 2500 ماينس 240 ودي تقريبا 2260 سكن يبقى الراجل عنده 2260 سكن يقدر يحذر فيهم الناس اللي عشط ويقول لهم يا اخوانا اجروا بسرعة في تسونامي جاي ده كانت اجابة السؤال السابع بجون 2011 paper 3 variant 1